المجلز الاقتصادي من قناة الرافدين اهلا بكم حذرت مصادر مطالعة من تداعيات اقدام الحكومة الحالية في بغداد على خطوة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية واكدت المصادر ان رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية سيشعل نيران ثورة شعبية بوجه حكومة الكاظمي التي اطلقت في عام 2020 ما يسمى الورقة البيضاء ولم تؤتي ثمارها الاقتصادية للعراق ثم اقدمت على تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامر الذي فاقم الازمة الاقتصادية في البلاد وادى الى زيادة اسعار المواد الغذائية وزيادة مستوى خط الفقر الى 40% اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط واحباط محاولة التهريب 9 عجلات وهدر بالمال العام في منفذ طريبي الحدودي بمحافظة الانبار وقالت الهياء انه من خلال تدقيق المعاملات الجمركية المنجزة لعجلات قوى محرك تبين ان الاجازة المرفقة في المعاملة هي لعجلات مستخدمة وغير متضررة وعند الكشف تبين انها عجلات غير مستخدمة ويعد ذلك مخالفة جمركية كونها محاولة لتهرب من دفع رسوم اجازة الاستيراد وفحص سي او ار قالت هيئة الجمارك في العراق انها ضبطت حاويتين مخالفتين للضوابط في جمرك بوابة البصرة وذكرت الهيئة ان الحاويتين التين تم ضبطهما تحمل اربع سيارات ومستلزمات طبية في مركز جمرك بوابة البصرة لمخالفة ضوابط وتعليمات الاستيراد وتتزايد بشكل مضطرد عمليات تهريب الادوية ومستلزمات الطبية في الفترة الاخيرة لاسيما في المنافذ الحدودية الجنوبية قال وزير المالية المصري محمد معيط ان فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد ارتفعت بعد الحرب الروسية الاوكرانية ووصلت الى 9.5 مليارات دولار في الشهر من 5 مليارات دولار شهريا قبل الحرب اضاف الوزير محمد معيط ان الموازنة الحالية المتوقعة فيها ارادات بقيمة بقيمة واحد تريليون وخمسمائة وثمانية عشر مليار جنيه مقابل مصروفات بنحو تريليونين وواحد وسبعين مليون جنيه بعجز يبلغ نحو خمسمائة وثمانية وثمانين مليار جنيه وارتفعت الاسعار في مصر على نحو الملحوظ في شهر الاغليلة الماضية وخفضت الحكومة قيمة العملة 14% في اذار بعدما واجهت تداعيات اقتصادية سلبية من جراء الحرب في اوكرانيا قال المستشار العسكري منطقة اوديسا الاوكرانية يوري ديموكوغولو ان موانئ المدينة وحدها تحوي حاليا ستة ملايين طن من الحبوب بانتظار التصدير واضاف ان هناك ملايين الاطنان من الحبوب في الموانئ بانتظار التصدير الذي تحول دونه ظروف الحرب وتاب عديموكوغولو ان الموانئ مغلقة بسبب استمرار الحرب ووجود الالغام البحرية واوضح ان الكمية المذكورة من الحبوب موزعة على ثلاثة موانئ في المدينة احدها يعد الاكبر في البلاد اما الان فننتقل لأسعار صرف العملات الاجنبية واسعار الماضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة